السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي ومناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أنكم بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الانتدائية في مادة لغتي للفصل الثاني فأهلا وسهلا بكم أحبتي معنا قوانين التعلم عن بعد التي يجب علينا أن نلتزم بها أثناء تعلمنا عن بعد أولا علي أن أجهز المكان أثناء التعلم عن بعد بحيث يكون خالي من الضجيج تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما أحتاج أبنائي وبناتي أن أجهز كتابي وأدواتي التي أحتاجها أستمع بعد ذلك إلى درسي بتركيز وأكون حاضر الدهن وأشاهد ما يجري في الدرس أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص له أخيرا أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء الأمور من ضابط القوانين نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس تهجئت كلمات من أربع إلى خمس أحرف المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الاجتماعية بالإضافة إلى المهارات الحركية الدقيقة أهداف الدرس الذي نسعى إلى تحقيقها أولا أن يربط الطالب والطالب صوت الحرف مع رمزه البصري في الكلمة ثانيا أن يستخرج الطالب والطالب الحروف الموجودة في الكلمة ثالثا أن يحلل الطالب والطالب الكلمة إلى مقاطع صوتية أخيرا أن يتهجأ الطالب والطالب كلمات من أربع إلى خمس أحرف الآن أشاهد ماذا أمامي؟ ها؟ من يحاول أن يقرأ الحرف الأول؟ ما أحسنتم إذن ما فتحة ما 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 الحرف الذي يليه ساكن إذن كيف ينطق؟ أحسنتم ينطق مع المتحرك بعد الساكن قلنا ماذا؟ نقف أحسنتم إذن نقول ما س مس مس أقف ما س مس س الآن هيا نتهجأ الحرف التالي من يحاول أن يتهجأ هذا الحرف؟ الحركة الظاهرة ما هي؟ كسراء إذن كيف ينطق الحرف؟ جي أحسنتم جي ممتاز إذن ما الحرف الأخير هنا؟ ها من يحاول تهجأ هذا الحرف؟ لاحظوا أنه يحمل تنوين دن ممتاز إذن نقول دن طيب نحاول نتهجأ الكلمة وكم فيها من حرف؟ الآن نقول مس مس جي مس جي دن أحسنتم مس جي دن مسجد كم حرفي كلمة مسجد؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة وكم مقطعا خرج معنا؟ ثلاثة مقاطع مس جي دن مس جيد ممتاز من يحاول تهجئة هذه الكلمة؟ هو هذا الحرف؟ أحسنتم س س ها هنا ظهر لدي شد وصوت طويل نقول ماذا؟ يا أحسنتم يا بصوت واحد ونفس واحد نتهجأ المقطع لأنه هنا ظهر حرف مد وصوت طويل يصبح يا طيب من يتهجأ هنا الحرف التالي؟ ها ظهرت عليه الفتحة ر ر أحسنتم أخيرا ها التال مربوطة كيف تنطق مع التنوين؟ تن أحسنتم تن نحاول تهجئة الكلمة وربطها مع بعض تهجئة الحروف كيف ننطق؟ س س س يا س يا ر سي يا ر سي تن ممتاز سي يار تن أحسنتم قتاجي أرائعة إذن نقول س يا ر تن ممتاز أبنائي وبناتي ننطلق كلمة جديدة إذن سيارة ظهر فيها المد بالألف هنا ماذا يظهر؟ ومسجد كان فيها مقطع ساكن تهجأ الآن حرف الأول س حسنتم س من يتهجأ المقطع هنا؟ مقطعا كاملا صوت ماذا؟ أحسنتم طويل إذن من حروف المد الواو ظهر ما قبله مضموم إذن ماذا نقول؟ بو أحسنتم بو ر ر يلا رددوا معي تن يلا نحاول نشبكهم مع بعض ونتهجأها بشكل أسرع س س بو س بو ر تن سبورة ممتاز سبورة أحسنتم إذن من يعد الأحرف الموجودة في سبورة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس أحرف ممتاز طيب كم جزأناها مقطع؟ لاحظوا س س مقطع ظهر بصوت واحد س بو حرف المد مع الحرف الممدود مقطع آخر ر حرف الت هنا أيضا مقطع مستقل يعني أربع مقاطع خمسة أحرف في أربع مقاطع تخرج مني مقاطعا صوتية س بو ر ت لاحظتم س بو ر ت ت ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي هيا ننتقل اليوم نقرأ مقطع جديد ولكن قبل أن نقرأ حاولوا تهجئة هذا الحرف ما هذا الحرف بالفتحة ظهر ق أحسنتم ق ما ممتاز ق ما ها قام ر ممتاز يلا نحاول نربطهم مع بعض قام ر قام ر قام ر اذا اضفنا الال على كلمة قامر كيف نقرأ هذه الال هل اقول ال كيف اقرأها اذا ظهر على اللام السكون لام القمرية هنا في التعريف كيف تقرأ نقول ال 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 القمار ال القمار 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 اربع مقاطع القمار 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 أحسنتم ممتاز أبنائي وابناتي نستريع قليلاً ونلعب لعبة الذاكرة نشاهد ما يظهر أمامنا الآن ماذا يظهر أمامكم كرة دوب عصفور ملعقة أين كان الدوب خلف أي مربع اختبأ في أي مربع اختبأ الدوب في المربع الأخضر نشاهد صحيح إجابة صحيحة ممتاز إذن هيا ننتقل إلى تهجئة كلمات أخرى ها ماذا نقول كيف تقرأ هذا ال التعريف ماذا نقول ال أحسنتم ال ق ال ق لا لا أحسنتم مو 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 ممتاز نقرأها ونحاول نقربها ونشبكها شوي مع بعض نقول أل 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 ق لا مو أل ق لام أل ق لام أل ق لام أل ق لام مو ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي إذن عندما أشاهد الأل في أي مقطع كيف أقرأ هو أل على طول أل 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 أحسنتم الآن ها كيف أقرأ؟ الممتاز أل ج أل ج بعد ذلك أل ج ما الحرف التالي؟ ز أل ج ز رو طيب نحاول نقربهم ونشبكهم مع بعض أل المقطع صوتي واحد أحسنتم ممتاز أبنائي وبناتي إذن الآن سنشاهد كلمة ماذا القطار القطار لاحظوا الكلمة هنا أبنائي وبناتي كيف جزأناها؟ قلنا القطار صوتا طويل القطار القطار وراء إذن واحد اثنان ثلاثة أربع مقاطع صوتية يقول القطار أحسنتم القطار من يقرأ هذه الأصوات؟ طا أحسنتم طا وهنا المد ممتاز مد أحسنتم أبنائي وبناتي أستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله ترجمة نانسي قنقر